موسيقى لأن الشعراء مرآة الوعي كان لابد من تسليط الضوء على نماذج عديدة لشعراء برعوا بتوصيف حالات شعوبهم انتصروا للجراح ونادوا بالكفاح ولم يتركوا سلاح الكلمة ساعة من نهار لا حقيقة ولا مجازا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد مشاهدين الكرة وفيها حديث عن دور الشعر في خدمة قضايا أمتنا المعاصرة وفيها نتخذ من فلسطين نموذجا وغزة مشاهدين نرحب بضيف هذه الحلقة معنا في الأستوديو الشاعر والأكاديمي المصري دكتور رجب عبدالوهاب حيالة دكتور رجب حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد حياكم الله أستاذ مصطفى أهلا بكم وببيت القصيد وبمشاهد بيت القصيد بقناة الرفيدين العزيزة يا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا القضايا الكبرى تحتاج شعرا كبيرا من شعراء ينتمون إلى أمتهم ولا ينفصلون عن جراحاتها قولكم في بادئ الأمر بهذا الموضوع الحقيقة يا صديق العزيز أن الشعر منذ العصر الجاهلي وهو يساهم في زراعة إن صح التعبير الوعي بالقضايا سواء كانت هذه القضايا قضايا جمعية أو قضايا فردية لأن الشعر ابن بيئته وابن مجتمعه وحديثه وحديثه عن فرديته أحيانا لا ينفصل عن المجموع الذي يعيش فيه ونحن نعلم أن الشاعر في العصر الجاهلي كان لسان قبيلته التي ينطق بآلامها وأمجادها لذلك قيل وهذه مقولة صادقة إن الشعر ديوان العرب فيه سجل أو هو سجل لأحلامهم لحروبهم لأحداثهم اليومية لقضاياهم القبرى لقضاياهم الصغرى فيه كل شيء يفكرون به في هذه الحياة هو لسان العرب ويهتدي به كل العرب ولا شك في ذلك قبل أن نتابع الأسئلة والنماذج الشارية التي أحضرتها لنا بالإضافة إلى الشارك الذي ستقرأ لنا منه قبل كل هذا حدثنا بما تودى الإفصاح عنه من معلومات تخص دكتور رجب عبدالوهاب حدثنا عنك قليلا في حدود ما تودى أن نعرف من سيرتك الذاتية تفضل دكتور أنا رجب عبدالوهاب تخرجت في كلية دار العلوم عام 2000 للميلاد حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الأدبية عام 2008 من كلية دار العلوم جامعة القاهرة ثم وكانت رسالة الماجستير بعنوان قصيدة المديحي في الشار العربي في العصر الصلجوقي وحصلت بعد ذلك بفضل الله تعالى على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى وكان عنوان الدكتوراه فن القص في مؤلفات ابن عرب شاه الأدبية وكان هذا في عام 2014 وليوم؟ ثم بعد ذلك قدر لي الله أن آتي إلى إسطنبول أستاذا بكلية العلوم الإسلامية بجامعة السلطان محمد الفاتح وهي أول كلية في تركيا تدرس العلوم الإسلامية باللغة العربية وما زلت أعمل في هذه الكلية المباركة جميل جداً قبل أن نتحدث عن دور الشعر في تعزيز حالة الوعي بهمية القضايا الكبرى لدى شباب الأمة بشكل عام قبل كل هذا حدثنا قليلاً عن تجربة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وكليتكم صورة أو مثالاً تفضل الحقيقة أن هذه التجربة تجربة رائدة في حد ذاتها لأن جزء من أو جزء كبير مفقود لدى الذين يدرسون العلوم الإسلامية بغير اللغة العربية يفتقدون إلى الاطلاع على كثير من المصادر التي كتبت بها العلوم الإسلامية نعم فالعلوم الإسلامية إذا يعني أردنا أن نقترب من الدقة أغلبها مكتوب باللغة العربية فكيف لطالب لا يتعلم هذه العلوم باللغة العربية أن يطلع على هذه المصادر وعلى أصولها وأن يفهم أصولها وأن يعرف علماءها وأن يعرف مؤلفاتها وما المشهور منها وما القضايا الرئيسية في هذه العلوم نعم فأنا لا أتخيل أصلاً أن طالباً مثلاً لعلم الحديث أو علم أصول الفقه أو علم التفسير درس هذه العلوم بغير اللغة العربية كيف ستكون ثقافته أو مدى المعلومات التي يمكن أن يصل إليها إذا لم يكن يعرف العربية أو درس بها هذه الكلية أيضاً تحقق أو تضرب عصفورين بحجر واحد إن شئنا أن نقرب للسادة المشاهدين لأن الطالب الذي يتخرج منها هو طالب يتقن العربية تمام الإتقان ويتعلم أيضاً علوم الإسلام باللغة العربية فيستطيع أن يعلم العربية ويستطيع في نفس الوقت أن يعلم العلوم الإسلامية كما تعلمها من أصولها ومضامنها الرئيسية يتعلم القرآن وعلوم الإسلام بلغة ولسان البلد الذي نزل عليها القرآن أحسنت كثيراً دكتور قبل أن نذهب عميقاً في النقاش بما يتعلق بأهمية الشعر ودور الشعر بتشكيل الوعي لدى شباب الأمة بالقضايا الكبرى قبل الذهاب عميقاً في هذا النقاش نريد الذهاب إلى نموذج شعري تختاره أنت من منقولك أولاً قبل مقولك ثم نناقش قليلاً فيه ومن ثم نذهب إلى فقرة من شعرك تفضل اختر ما تود من النماذج التي عملت على إعدادها تفضل يا دكتور نحن طبعاً الشعر الذي قيل في غزة وفي القضية الفلسطينية شعر كبير وكثير ويحتاج هذا في رأيي إلى مجهود كبير لجمعه في مؤلف واحد إن استطعنا إلى هذا سبيل لأن كثير حتى من هذا الشعر الذي كتب يظل مطوياً في الأدراج لم ينشر ولم نعرف عنه شيئاً يعني الذي نراه من هذا الشعر هو القليل أما الذي لم يظهر فهو الكثير وربما يحتاج جلسات مصورة متعددة حتى نستعرض بعض المهم وهذه دعوة باسم قناتكم إلى شباب الباحثين أن يبرزوا لنا هذه النماذج وهذه القصائد ويقدمون لها دراسات فنية تبرز قيمة هذا الشعر وتبرز القضية وتبرز أيضاً ما نهدف إليه في هذه الحلقة من إبراز دور الشعر في توعية الناس بالقضايا الرئيسي ما نموذج الذي تود الافتتاح به؟ النموذج الذي أود الافتتاح به هو قصيدة لنظار قباني سلاسيته المعروفة بأطفال الحجرة ماذا يقول نظار قباني؟ يقول عن أطفال غزة بَهَرُ الدُّنْيَا وَمَا فِي يَدِهِمْ إِلَّا الْحِجَارَةِ أَضَاءُوا قَلْقَ نَاضِيلِ وَجَاءُوا كَالْبِشَارَةِ قَاوَمُوا وَانْفَجَرُوا وَاسْتُشْهِدُوا وَبَقِيْنَا دِبَبًا قُطْبِيَّةً صَفَحَتْ أَجْسَادَهَا ضِدَّ الْحَرَارَةِ قَاتَلُوا عَنَّا إِلَىٰ أَنْ قُتِلُوا وَبَقِيْنَا فِي مَقَاهِينَا قَبِصَاكِ الْمَحَارَةِ يَا تَلَامِيْزَ غَزَّةِ يَا تَلَامِيْزَ غَزَّةِ عَلِّمُونَا بَعْضَ مَا عِنْدَكُمْ فَنَحْنُ نَسِيْنَا عَلِّمُونَ بِأَنْ نَكُونَ رِجَالًا فَلَدَيْنَا الرِّجَالُ صَارُوا عَجِينَا عَلِّمُونَ كَيْفَ الْحِجَارَةُ تَغْضُ بَيْنَ أَيْدِي الْأَطْفَالِ مَاسًا ثَمِينًا كَيْفَ تَغْضُ دَرَّاجَةُ الطِفْلِ لَغَمًا وَشَرِيطُ الْحَرِيرِ يَغْضُ كَمِينًا كَيْفَ مَصَّاصَةُ الْحَلِيبِ إِذَا مَعْتَقَلُوهَا تَحَوَّلَتْ سِكِّينًا يا تلاميذ غزة لا تبالوا إذاعاتنا ولا تسمعون اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم واتركون هاتوا حبالكم واشنقون نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيون قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا نحن آباؤكم فلا تشبهونا نطعا تلقات السياسية والقمع ونبني مقابر وسجونا حررونا من عقود الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيون علمونا فن التشبث بالأرض يا أحباءنا الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سمين من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرين هذه صورة الدفاتر والحبر فكونوا على الشفاه لحونا أمطرونا بطولة وشموخة إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين يا مجانين غزة يا مجانين غزة ألف أهلا بالمجانين إنهم حررون إن عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمون الجنون يا سلام ولا من زمان فعلمون الجنون نحن بحاجة إلى قدر ما من المغامرة المجازفة الجنون حتى نثبت لأنفسنا أننا أمة قادرة على ابتكار الحياة وانتزاع حقوقها وإن من بين براث المحتل المغتصب هذه القصيدة لنزار قباني من خلالها يعتذر لأطفال فلسطين لأطفال الحجارة الذين كانوا وقودا أشعل الثورة وأشعل القضية من جديد بعد أن وصلت إلى مرحلة من الركود فكانت بحاجة أو كان هؤلاء أو كأن هؤلاء الأطفال الذين تقدموا وحاربوا العدو هذا الجبار بحجارتهم وما في أيديهم من حجارة هم استنهضوا الأمة من جديد وأحيوا القلوب وأحيوا القضية فهونا يقدم نزار قباني اعتذارا لهؤلاء ويشيد بهم وببطولتهم وكأنه يقول إن هؤلاء هم الرجال الحقيقيون وليس الذين يجلسون في بيوتهم ويتابعون من خلف الجدران طيب ترى لو كان نزار حيا في زمننا المعاصر الذين عيشوا فيه وشاهد هؤلاء الصغار جوعة ماذا كان سيقول؟ والله يعني هذا ألم ما نراه الآن يترك في القلب ألما شديدا كيف كان سيقول نزار قباني بطريقته المعهودة أظن أنه كان سيعلن الحرب على كل الذين تركوا غزة وأطفال غزة ولمصيرهم المحتوم الذي يلاقونه يوم بعد يوم من القتل والتشريد وكان سيستنهض على الأقل بالكلمة التي يملك زمامها الرجال الحقيقيين حتى يؤدوا أدوارهم فيما نراه من مثالك نعم إلى فقرة من شعرك الذي تكتبه الآن وانتظر مني سؤالا قد يفاجئك ولكنه سيكون خفيفا هينا لينا لا يخلو من جماليات إجاباتك التي نتوقعها دسمة كما سبق وتحدثت عن قصيدة لنزار فكيف حينما ستتحدث عن مضمون ما خفي في نصوصك وإن صغرت مساحة وكلمات إلا أنها عميقة في المفردات تفضل يا دكتور إن شاء الله يكون السؤال خفيفة تفضل لا بأس أكيد قلت رد الحروفك رد الحروفك واستمع ترتيلها إن الحروف تعيش حين ترتل اهجر سكوتك اهجر سكوتك وانطلق نحو الفضى ففضاءك المبسوط لا يتململ تر شامخا تر شامخا فجر حروفك قل لها كوني قضائفا يمططيها الأعزل يا أيها المخبوء يا أيها المخبوء تحت لسانه ولا زمان الصمت حرفك أجزل حرفك دائما جزيل دكتور رجب إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الكلمة القذيفة هل يمكن الكلمة أن تصبح قذيفة؟ طبعا الكلمة لها أثر والعرب هم أمة الكلمة هم يدركون معناها وقديما كانت الحرب تقوم بكلمة والحرب تتوقف بكلمة والشاعر قد يحترق من داخله بسبب أنه يستمع إلى كلمة ويتأثر بكلمة وقد تخرج كلمته قذيفة توجه إلى صدور أعدائه فيكون لها الأثر الأكبر على من حوله بالاستنهاض وبغير ذلك لابد من استراحة قصيرة الآن أهلا مصر شاهدين الكرام نخرج إياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد بصحبة الأكاديمية المصري أشاعر دكتور رجب عبد الوهاب وإن كنت من مصر إلا أنك تأثرت بالكثير من الشعراء العراقيين وربما أعجبتك الكثير من النصوص التي من خلالها أشار الشعراء العراقيون إلى أهمية تخليق حالة من الوعي بقضايا الأمة لسيما قضية فلسطين وطفان الأقصى والظروف الحالية في غزة وضرورة أن يتشبث أبناء الأمة العربية والإسلامية بمثل هذه القضايا التي تحفز الوعي لديهم حتى يقوموا بواجباتهم نموذج جديد لابد من طرحه الآن تفضل دعني قبل أن نلقي نموذج يا أستاذ العزيز أن أشيد بالعراق أن العراق هي أرض الشعر وأرض الشعراء يعني يقولون أن إذا بحست تحت كل حجر في العراق وجدت شاعر وجدت شاعر فهذه البلاد هي أيضا كما قلنا بلاد الشعر وبلاد الفني وبلاد الجمال وهذا ليس جديدا عليها وهي دائما تعطينا الكبار من أمثل بدر شاكر ونازج الملائكة والجواهر وغيرهم من كبار الشعراء وطبعا كانت بغداد حاضرة للعالم الإسلامي وفيها عاش كبار شعراء العربي صحيح فيما يخص قضيتنا اخترنا أبياتا للشاعر وليد مهدي العاني يقول يا غزة الشام يا غزة الشام قد جنت بواكين نبكي الفراتين أم نبكي فلسطين يا غزة الشام قد جنت بواكين نبكي الفراتين أم نبكي فلسطين ماذا نقوله وعين الشعر أذهلها هول الضمار وأشلاء المحبين بحر الدماء تطام لا ضفاف له من غزة اليوم حتى دير يا سين يا الله صواعق النار من فكت مدوية عصف السعير بها يشوي أهالين يا للطفولة في واديك يطعمها غربان صهيون زقوما وغسلين يا للجراح يا للجراح التي بحت حناجرها كم تستغيص بنا أين المحامون يا أخت بغداد يا أخت بغداد يا أخت بغداد والمأساة واحدة إن المصائب يجمعنا المصابين يا أخت بغداد والمأساة واحدة إن المصائب يجمعنا المصابين يا أخت بغداد سد الجرحة واحتسبي ما جاءك الغدر إلا من نواحينا يا أخت هاشمة لا تستصرخي أحدا من الملوك ولو كانوا فراعين يا غزة الشام لا تستصرخي أحدا قد تاه في غمرة الأحداث حادينا فليس فينا صلاح الدين يبعثنا حطينا أخرى ولا فرسان حطينا إن السيوف لدينا مسها صدأ ولم تجد عندنا الغر الميامين يا غزة الشام مات الثأر في دمنا ونخوة العز ذابت في ملاهين يا غزة الشام مات الثأر من دمنا ونخوة العز ذابت في ملاهين يا غزة النار لا تستصرخي أحدا يا غزة النار قد خاب الرجافين غزة النار ما خاب الرجافين إن شاء الله هذا الرجاء لا يخيب نريد للقفلة أن تكون ذات أمل على خلاف ما ما خاب الرجافين لكن الشاعر طبعا يعبر عما يراه من خزلان في مثل هذه الأيام وعدم قيام الحكام العرب بما يجب عليهم تجاه هذا أكثر ما لفت انتباهك الأدبي والشعري في قصيدة شاعر وليد العاني من العراق نعم يعني أن الرجل يعبر عن المصاب بقلب يعني أو ببساطة بتلك العفوية الموجودة في هذه الأبيات تنبيك عن شاعر يعبر من صميم قلبه لا يتكلف ما يقول لديه انتماء للأماكن نعم ولديه انتماء للأماكن غزة الشام بغداد وهناك أمر آخر هو يعني يعتبر هذه الأماكن كلها مكانا واحدة نعم بغداد أخت الشاقة أخت دمشق أخت غزة فالمصاب كله نحن وطن واحد شئنا بيننا مشترك ثقافي ولغوي وديني يسمح بأن يكون هذا الوطن الذي تتداعى عليه الأكل الآن وطنا واحدا وأن ينطق بلسانه الشعراء سواء عاشوا في بغداد أو عاشوا في القاهرة أو عاشوا في غزة أو عاشوا في القدس أو عاشوا في الرياض أو عاشوا في حضر موت أو في أي مكان فالكل ينطق بلسان واحد وبعربية واحدة إلى فقرة جديدة من شعرك الآن دكتور رجب تفضل لكن موضوعها قبل قراءتها حدثنا عن موضوع الفقرة قبل أن تقرأها يعني هذه أبيات كتبتها للقدس تفضل وهي ضرة عزيزة نسأل الله تعالى أن يردها إلى أيدي المسلمين مرة أخرى الله أمام قلت أصبحت بعدك بين الناس أرتقب طيفا يداوي فؤادا كان ينتحب يا سلام عوجي عوجي على طلل ينبيك عن خبري أني عشقتقي والأخبار ترتقب سيري سيري كما شئت أزمانا وأمكنة زيد اشتياقا وبعض الشوق يلتهب تحرري من قيود الرق وارتفعي ما شئت يا قدس لا ما شاءت الكتب يا سلام هزي بصدقك من السيف وانتفضي لا صدق للسيف ما لم يصدق الغضب أحسنت كثيرا يا دكتور ولكن كيف يمكن لها أن تتخلص من رقها ما المطلوب لتحقيق ذلك المطلوب لذلك أشياء كثيرة يا صديق نبيس مثل أن يكون هناك من المخلصين الذين الله تعالى يقدر لها من المخلصين الذين يريدون أن يخلصوها مما هي فيه الآن نعم وليفرز لنا هذا الوعي الذين يخلصون القدس من براسن هذا العديد طيب حبذا لو تحدثنا الآن بشكل أوسع عن أثر الشعر في تعزيز حضور حالة الوعي بأهمية القضايا الكبرى لسيما قضايا الأمة الجريحة اليوم كما قلنا في البداية للشعر دور لا ينكر في توعية الناس بالقضايا التي تمسوا واقع الأمة نعم والقضية الحية في ضمائرنا جميع وفي ضمائر الشعراء بطبيعة الحال بوصفهم كونهم أكثر حساسية بالأشياء وبالقضايا نعم القدس وغزة وتلك الأرض المقتصبة يا صلى حية في ضمائرهم لا يفتؤون يذكرونها ويوععون الناس بها ويبكون على الشهداء الذين يتساقطون يوما بعد آخر لا يفتؤون أيضا يستنهدون الأمة ويستنهدون الهمم فتأتي كلماتهم معبرة تمام التعبير عن واقع القضية وعن خطورة أن تبقى الأرض سليبة في يد أعداء هذه الأمة وليس هذا جديدا في واقعنا المعاصر وإنما هذا الأمر قديم بقدم صحيح القضايا التي كانت تواجه الأمة خاصة في فترات الضعف يعني مثلا إذا ذكرنا أو إذا ذكرت فترة الحروب الصليبية يذكر دور الشعراء فيها لا يذكر دور الشعراء من أمثال ابن القيصراني وابن مونير الطرابلسي وغيرهم كالقاضي الفاضل وعماد الدين الأصفهاني أكيد وغيرهم من مجموعة الشعراء التي التفت وآمنت بضرورة التحرير مع الملوك الذين أخذوا هذه المعركة من أمثال نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوب هكذا أيضا الشعراء في عاصرنا أو في واقعنا المعاصر ومن الشعراء في واقعنا المعاصر التجربة الوجدانية للشاعر سعيد يعقوب ماذا قال عن القضايا الكبرى سعيد يعقوب أيضا عبر عن قضية القدس وعن طوفان الأقصى المعركة الدائرة حصرا في غزة يقول سلمت يمينك سلمت يمينك أيها البطل يا من بها يستنبت الأمل لو لاك نار الصدر من طفأت كلا ولا شفيت بها الغلل وشغلت نفسك بالعلى هدفا والناس باللذات تنشغل ستظل نورا خلف مش عليه نمشي ولو طالت بنا السبل مهما علينا أجلب الأعداء وتغطرس الأنذال والعملاء وبغى علينا الظالمون وحشدوا وقص المصاب وطالت الظلماء تمتد في قلب التراب جزورنا ولنا برغم الحاقدين بقاء يا سلام وجباهنا رايات عز في المدى ورؤوسنا فوق السماء سماء سماء باقونا باقونا رغم القصف والتدمير باقونا رغم رسائل التحذير وشم وشم على وجه الزمان وجودنا باق برغم جرائم التطهير هذه البلاد هذه البلاد بها نزيد تجذرا ووجودكم فيها بغير جذور أحسن أحسن وسترحلون وقد غشتكم زلة مع خزي عاقبة وشر مصير هذه الجرائم هذه الجرائم لم يسمع بها البشر ولا المغول بها جاء ولا التطر هذه الجرائم لم تسمع بها أذن ولا رأى عشرها مهما رأى بصر يا سلام أحسن كثيرا هذا الرجل حقيقة يعبر عن واقع الذي يحدث الآن ويجري الآن على أرض خسنة ويعبر أيضا عن الأمل الذي كان يفتقده الشاعر العراقي في نظرته إلى القضية صحيح الدكتور سعيد يعقوب يزرع الأمل ويرى فيما يجري الآن أملا لأن أيضا يا صديق العديد الأمل لا يولد إلا من رحم المعاناة لا يوجد أمل ولا يوجد تطهير ولا يوجد حرية إلا من خلال معاناة نمر بها أكيد متواصلون يا دكتور ولديك ما تقوله شعرا وإجابات لكن لا بد أن نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا بكم من جديد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد وضيفنا هنا في الوستوديو الأكاديمي والشاعر المصري الدكتور رجب عبد الوهاب قبل أن نذهب إلى يعني أبيات جديدة لك قلت لي أن هناك أبيات أثرت بك كثيرا للروائي والشاعر الأردني الدكتور أيمن العتوم حدثنا عنها تفضل يعني الحقيقة أن الدكتور أيمن العتوم أديب من طراز خاص الرجل يكتب أو ينسج في نسيج وحده أبياته دائما معبرة صادقة لا يكتب إلا ما يؤمن به فأنا من أشد الذين أو المعجبين بشعره وأتابع دائما ما ينشر وما يلقيه بنفسه على مواقع التواصل وغير ذلك مما كتب عن طوفان الأقصى يقول من بحر غزة يطلع الثوار والموت والطوفان والأسرار ففرش لهم ورد القلوب فإنهم سر وشد بجلاله الأسحار فهم إذا طلع إذا طلع الصباح ضياؤه وهم إذا جنّت دجا أقمار فهم إذا طلع الصباح ضياؤه وهم إذا جنّت دجا أقمار يا سلام آياتهم في العالمين آياتهم في العالمين طهارة وحمية وعزيمة وفخار غارت نجوم العرب دون مضائهم دون مضائهم ونجومهم في المعمعات أغار بخلاء بخلاء بالألم الممد وإنهم قرماء بالدم سلة أطهار طارت قلوب الغاصبين لبأسهم إن يسمعوا وقع الصياص طار يتصابقون إلى الشهادة حفلا وكأنها ورد إليه صار أرأيت قادة أمة أمثاله رخصت على من باعها الأعمار مدت إلى نهر الهدى أجسادها جسرا عليه يعبر الأحرار بسقوطنا نعلو وهم بعلوهم سقطوا ونصمد والطغاة نهار نيران أهل الكفر جنة مؤمن وجنانهم يوم القيامة نار ولذاك يهوى الموت ولذاك يهوى الموت طفل ثائر يا سلام إن الرضى في شرعه أقدار من بحر غزة يطلع الصوار وبحبهم تتفجر الأشعار ولهم نسجت قصائدي وزرعتها زهرا تغار لسحره الأزهار زهرا تغار لسحره الأزهار نعم أحسن كثيرا دكتور أيمان إذ كتب أعطانا زهرة وأحسنت بهذا الاختيار يا دكتور أكثر ما لفتك في هذا النص أكثر ما لفتني في هذا النص هو تلك الراء للمنطقات قافية أو حرفا للروي راء متفجرة نعم راء متفجرة جاءت مضمومة نعم جاءت يعني كتفجر المعاناة التي يعانيها أهل غزة من ناحية نعم وأيضا كأنها تفجر الأمل الذي يتحدث عنه العتوم في هذه الأبيات ويبحث عنه ويبحث عنه ويراه قابعا وفي أهل غزة إلى قصيدة لك أو أبيات من شارك الآن لنحافظ على هذه الطريقة نسمع من منقولك وكذلك نذهب إلى مقولك تفضل أمتعنا بإلقائك الجميل وهذه الأبيات الرائعة أكيد كتبت عن الإخلاص في هذا الزمن قلت يا سائلين عن الإخلاص في زمن يسوده الزيف والتكذيب والعوج يا سائلين مجددا مشكورا يا سائلين عن الإخلاص في زمن يسوده الزيف والتكذيب والعوج المخلصون على أحزانهم درج باتوا حيارة وللأجان قد عرجوا تشتاقهم في بحار الحزن أفئدة تبكي لياليا لا لهو ولا هرج تشتاقهم في بحار الحزن أفئدة تبكي لياليا لا لهو ولا هرج تطوى بهم من ضروب الأرض أودية وهم قعود فلا مشي ولا عرج يقطاتهم من صناديد الأنام شقا يفر القلوب فما من كربهم فرجوا يا الله يستصرخون أنين اللحن أغنية ترويز ضماهم وما تشفى لهم مهج لماذا جعلت مهجهم لا تجدوا الشفاء لأنهم لا يجدون الإخلاص في هذه الحياة الإخلاص ليس الإخلاص أو الإخلاص بمفهومه النقي الطهر نعم نحن في النهاية يا صديقي بشر وحتى مفهوم الإخلاص يختلف لدى الشاعر ما الذي أردت للقارئ أن لدى غير الشاعر يستنبطه من هذه الأبيات أن يصل إليها أن يهتدي إليه هذه حالة شعورية أنت طبعا شاعر كبير وتعرف هذا أشكرك يعني الشاعر أحيانا يأتي إلى وقت يشعر أن العالم مأزوم من حوله نعم فينفجر بما يشعر به فهذه الحالة كن يعني حين كتبته وجدت أن الإخلاص النقي الطاهر الذي نبحث عنه جميعا غير موجود في هذا في هذا العالم لذلك المخلصون سيظلون أشقياء في هذا العالم ما لم يتعايشوا مع من حولهم ويتفهموا أن البشر لهم طبائعهم ويجب عليهم أن يتعاملوا مع هذه الطبائع عدتني إلى بيت شعر قديم كتبته أقول فيها المخلصون بحبهم نذروا فهم في عالم المتشيطنين قلائل قلائل إذا أردنا الآن أن نطرح عليك خمسة مفردات نعم تفضل وتعطي أن انطباعك عن كل مفرد لا أريد التعريف الدارج والمعروف لهذه المفردات نعم وإنما ما يمسك ويمسك قلبك نعم بشكل مختصر بعيدا عن الإسهاب اتفقنا اتفقنا صديق الغربة ألم في بعض الأحيان فوائد في أحيان كثيرة لا فوائد لها إلا إذا جربت ألمها التجربة 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 خبرة بشرية تكتسبها تتعلم ممن حولك ودائما عليك أن تجرب لأن لا حياة ولا تقدم من غير تجربة الوجع الوجع شعرت به حقا حين توفي أبي رحمة الله عليه تعيش وأنا هنا في إسطنبول لم أستطع أن أقبله القولة الأخيرة الصدمة أن تصدم في من ظلمت به خيرا وهو لم يكن عند حسن الظلم وهذا يتكرر كثير أحيانا في حياتنا أخيرا وحتى نكون متفائلين الشمس الشمس الإشراق الولادة الجديدة كل يوم الأمل الذي لا ينقطع في هذه الحياة ناموس الكون الذي ينبين عن أن هناك خالق قدر كل شيء وفق علمه ووفق إرادته ووفق رؤية نعجز نحن عنها ما المطلوب من الشعراء اليوم دكتور رجب والأدباء والذين يبرعون بالكتابة في مختلف الأجناس الأدبية والإبداعات الكتابية ما المطلوب منهم حتى يكونوا على قدر قضايا أمتهم المعاصرة المطلوب منهم يا صديق العذيذ أن يكونوا شعراء وفي هذه الكلمة يعني كلمة شاعر في مفهومي أنا على الأقل تعني الصفاء النقاء الحرية الثورة التعبير عن كل ما يجيش في القلوب الثقافة أيضا الاطلاع المواكبة الأحداث كل هذا مطلوب من الشعراء حتى يكونوا على قدر قضايا أمتهم ومعبرين وحتى يستحقوا ألقابهم كشعراء نعم قصيدة ربما تكون أخيرة في هذه الحلقة نعم مما اخترت لنا من وجع غزة ومشاهد غزة والألم المتدفق والمتواصل هناك تفضل يا دكتور هذه القصيدة لمصطفى مطر يا سلام وهو أيضا من أفضل الشعراء ليس مجاملة يا رجل من أفضل الشعراء الذين عبروا ما أنا إلا محاول فقط عبروا عن الوجع الغزي السيال دمن في هذه الأرض أنت تقصد مصطفى مطر آخر أم تقصدني أنا لا مصطفى مطر الذي يجلس الله يحفظك تسلام يا دكتور تفضل من أو هذه الأبيات التي يقول فيها مصطفى مطر كانوا وما كان الطريق صغار شدوا الرحيل ففتحوا الأبصار كانت تقول ولا جواب لصوتها من لي بيوسف ينثر الأقمار ما زلت أجدل شعره الكري وأقطف من ظهور الوجنتين نهارا هبني هبني خطاه فقد تعبت وهدني جرح تصاعد في الأنامج هارا أنا أمه الثكلا أنا أمه الثكلا فلا تتناقل حزن يعاتب عليه مرارا أنا ما تركتك فالمسافة صدمة تغتالني وأضمها استغفارا يا عين أمك يا عين أمك يا صلاة جراحها ما زال فقدك في الحقيقة نارا أبناؤك أبناؤك اقتصموا الصدى وسياحهم في العالمين يزلزل الأشعار يرس الأب الأوجاع عن أطفاله حتى غدا مهد الصغير مزارا يا روحا روحي يا بقية دمعة سرقت من العين التي تطوارى زاق العناق نهاية لبداية ونهاية لا تقبل الإنكار حاولت إيقاف القذيفة فانحنى قلبي وحاول أن يقيم جدارا لكن أقدار الركام لئيمة ضربت على الطفل الشقي حصارا عدلي عدلي مناما خاطفا فالشوق في عصب الحنين يهيجه استعبارا لا بأسا ينتقمون منك بفلزة الكبد الكبد التي جعلت أساكا مدارا لا بأسا قد خطفوا الصغار وقطعوا أعمارهم من يرجع الأعمار كنا نواسي النازفين بجرحهم حتى غدت مأساتنا أخبارا الجائعون الموت كان عشاءهم والغدر كان لحلمهم جزارا ذبح الشموس على جبين أمومة لم تقترف بعيالها أوزارا لا زاد في الحي المعذب يشتها وضميرها لا يقبل الأعذارا رؤياك هستيرية يا شعرها أشعلت في صدر الصبية ثارا عرفت بك ليتم القريب نبوئة لا أم بعد اليوم تؤنس دارا قف لا تعجل بالوداع قف لا تعجل بالوداع وهب لها قبلا تراقص دمعها المدرارا أحتاج ضمته هبوني شعرة من رأسه أحتاجها تذكارا يا موت يا موت يا موت فالتخجل زجاجة روحها انكسرت وهم الفقد ليس يدارا أصداء يمّا أصداء يمّا في الضمير تهزه يا أهلها من ينقذ الأزهار يا غزة الأسما وعرسك لم يزل شهداء قافلة وبوحة عذارا ألما يوحدنا وفصل مقاله تقضي الكرامة أن نموت كبارا تقضي الكرامة أن نموت كبارا أن نعيش كبارا في الختام يا دكتور بعد ما شرفتنا في هذه الحلقة لولا الحياء لهاجا استعبارا ولزرت قبرك والحبيب يزار يذكرني بنفس جرير أنت تذكرني بنفس جرير في هذه القصيدة أشكرك وسلم مدادك الله يحفظك وعبرت عن هذا الألم الذي تشعر به الأمهات حين ترى كل أم ابنها يقضح ولا تستطيع أن تدفع عنه هذا القصف الذي يقتال الأبناء واحدا بعد الآخر نسأل الله أن يعجل بالخلاص والفرج لأهلنا في غزة ولكل المسلمين في أنحاء العالم وكل من لا يزال في قلبه ضمير ورحمة أن يكافئه دنيا قبل آخرة وصلنا إلى الختام يا دكتور بالختام في الختام ماذا تود أن تقول أود أن أقول يعني إن شاء الله هذا القرب الذي فيه أمتنا ينفرج ونسأل الله أن يرينا هذا الفرج قريبا إن شاء الله ودائما يعني الأمل موجود والأمل والخير فيه وفي أمتي إلى يوم شكرا جزيلا دكتور رجب عبد الوهاب الشعر والأكاديمي المصري شاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجادد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر ربما شاعر حتى ذلك الحين ظلوا دائما بإنسانية لا تنطفئ وحرية لا تقبلون أن تساوموا عليها إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر